بسم الله بدي تعلن بي محمد صليت صلوا عليه يا سامعين جيتكم اليوم بحكاية قديمة من توراثنا توارثناها على الجدات والأمهات وكانوا يحكوها في الليل قال لك يحكو على وحد الأميرة عندها شعرة طويلة مغطيها حتى أنه من طوله كان يغطي الأمكان اللي تكون فيه وكل خطاب اللي يسمع بيها يروح يخطبها لكن بابها كان يعطيه شروط هذه الشروط تتخلي الخطاب يروح ما يرجعش أي اللي يسمعوا بيه يقولوا مات واللي يقولوا جن واللي يقولوا همل وكل واحد واش يحكو عليه وكاين واحد الفارس كان خدام على روحه وتاجر يسافر من بلاد لبلاد ويقطع البحور ويقطع الباريري ويجيب القوت ويتاجر هاي يركب فوق العوض انتاعو وطاح يسافر من بلاد لبلاد بلاد يخليها وبلد يعمر هاي شوف الرزقوين والتي جاروين حتى وصل للوحد لبلاد القنسة على راس العين يغسلوا في القش هاي يقرب منهم وجاب العوض انتاعو وطاح يشرب هو شرب العوض انتاعو جا رايح والعوض يهز راس ويضرب القل انتاعو واحد المرأ كسرها لها المرأ خزرت فيه وقاتلوا واش بك يا وليدي هكذا مزروب وكأنك رايح تخطب الاميرة بنت السلطان اللي شعرها مغطيها ومعبي الامكان قالها وشي حكايتها هذي بس سمحيلي لكن وشي حكايتها قاتلوا روح عليك سرتلي القلة واتدورني نحكي لك الحكاية ما نشحك يا اورح هو بقى حاير وشي حكاية هذي الاميرة اللي شعرها طويل حتى يغطي الامكان وشي حكاية هذي الاميرة كان كل مرة يسألكوا الناس ما يجاوبوه شي يقولولو روح هذي حكايتها حكاية اللي يقرب منها راهو يا يجن يا يروح ما يوليش يا يهمل في البلدان حتى لقى واحد الشيخ قال له شوفها ولدي هذي اميرة راهها بنت السلطان ورانا سامعين عليها ان هزينها مكان وش طولش عرها ما هو موجود حتى في البلاد من البلدان قال له ونقدر نروح نخطبها قال له شبيكا ولدي واش تخطب كل واحد يخطبها باباه يعطيلو شروط الخطابة يروحو ما يرجعوش اللي سمعنا بيه قال له همل في البلدان واللي سمعنا فيه قالوا مات واللي سمعنا بيه قالوا تجن ولا مهبول يمشي في الروات قال له روح باركوة وريلي قصر السلطان ايا قال له هاذك لقصر تقطع زوز جبال وزيزود وديان تلقي قصر كبير هاذك هو قصر السلطان ايا ذك الفارس راح لقى الخدم والحشم وهذاك لقصر تدخل وما تعرف منين تخرج ما تعرف منين تدخل سبحان الواهب العاطي قال لهم للخدم قولولو للسلطان راحو جاك ضيف راحولو قالولو جاك ضيف قالولو مرحبا بالضيف وش تحتاج قال للسلطان قالولو راني نحتاج جيت نخطب بنتك ايه قالولو انت بنتي وينت عرفها وين شفتها قالولو ما نعرفها ما شفتها لكن حكايتها راي معبي البلدان راهم قالوا عندها شعر مغطيها ويغطي الامكان اللي تكون فيه وزينها مسرش قالوا تقدر للشروط اللي رايح نعطيها لك قالوا ان شاء الله نقدر قول لي وخلاص قالوا شوف اتروح تجيب لي تفاح الملوك وتفاح الملوك كل تفاحها من بحر لازم تقطع سبع بحر كل بحر عنده حراس وفيه غول اذا كان جبتها مبروك عليك قالوا ما تهني قالوا نعطي لك سبع ايام قالوا ما تهني طلبك يكون قدامك قبل المدة اللي اعطيتها لي اركب في الفرس سنتعه وابدع من بحر من بحر من بحر لبحر من بحر لبحر كل بحر يقتل هذو كل حراس ويتغلب على الغول ويجيب منه تفاحة حتى جمع السبعة تفاحات وجيبهم قبل ما تفوت سبع ايام جاكي العادة في فم الباب طب طب قال خادم والحشم حب مقابلة السلطان دخل قابل السلطان قالوا يا سيدي السلطان قراني جبت الطالب بنتاعة السلطان حارو نادى الوزير قالوا شوف التفاحات هذو هما تفاح الملوك قالوا وين عم سيدي سبع تفاحات هما تفاحات الملوك وهما بالفعل من سبع بحر قالوا كيف ايجيبتهم قالوا تغلبت عليهم ويجيبتهم وراني وفيت بالشرط انت يعي الان يا سيدي السلطان لازم توفي لي بشرطك قالوا ما راحبا وسهلا الاميرة لا هليك لكن احنا عندنا عادة هنا في هالبلاد ما نزوزوش هكذا استنى موسم الخطبة والزواج ورايحة تخرج بنتي الاميرة وسط بنات القرية يكونوا ميتين وحدة وكل وحدة تكون راكبة فوق جمل ووجها مغطي ويجو الشباب اللي حابين يتزوجوا ويخيروا اختارها اذا كان طحت فيها راهي ليك ومبروك عليك هو حار قال كيفاها نايا نلقاها في وسط ميتين ومغطي وجه وراكبة فوق جمل ايا الاميرة ايا الاميرة كانت كل مرة من وراء الهجاب تسمع في كلام السلطان بابها مع هذا الفيرس الهومام وعرفت بشجاعته وبحبه لها وبإصراره باش يتزوج بيها ايا راحت كتبت ورقة وقالت للخادم اسمع ووصلها له الورقة هذي يقول له راهي امارة من عند الاميرة انا وصل له الورقة منين افتحها اللي قام مكتوبة عليها قاتلوا شوف راك تلقاني فوق جمل والنحل ضاير بيها اللي تلقى في رأسها النحل ضاير بيها اعرفها باللي انا يا هي ايا جاها ذاك النهار نتعى الخطبة والزواج والابنات كل وحدة لبست احسن ما عندها من ثياب ومن مجوهارات وكل وحدة ركبت فوق جمل وكل وحدة منهم غطت وجها جاءت الاميرة غطت وجها وتعطرت وسلمت وحطت فوق راسها الأعسلة النحل وطلعت فوق الجمل ميتين طفلة اللي هي اللي راسها كله نحل كل ما دير ايدها باش يروح عليها النحل يعود يرجع النحل عشش فوق راسها وكل واحد هذو كل الشباب يعقبوا بالواحد كل واحد ودوروا ويختار واحدة اللي يفوت يلقاها راسها معشش فيها النحل يقول اعودوا بالله يختار واحدة اخرى اللي يفوت يختار واحدة اخرى اللي جاد دالة الفارس انتاعنا منين فات منيشوف في لبنات كاملهم ضافوا وعفافات وتبارك الله والعطور تباعث منهم وهذه البايس وهذا مجوهرات واحدة فريدة اللي انحلم عشش فوق راسها ولكنها لابسة بارك الله مجوهرات والباس حرير وحتى من الجمل اللي راكبا عليهم مصنع ومزين مثل باقي الجمال ايا قلهم نختار هادي اختارها وكل واحد من هذوك الشباب اللي حاب يتزوج اختار طفلة وجات دالة الحسم وقعدوا لبنات وكل واحد اخذال اخذال الجمل اللي فيه الخطيبة اللي اختارها النفسه باش يتزوج بيها وجات وقت الحماس باش كل واحد يرفع لغطان تعوجها خطيبته كل واحد يرفع يفرح لانه ولقاهم زينة ومتعطرة ومسجمة لكن ماهيش الاميرة خاب ظنه لانها ماهيش الاميرة كل واحد فرحان لكن خاب ظنه لانها ماهيش الاميرة وجي دالة فارسنا الهمام هزل اغطاء ولقاها الاميرة مولات الشعور الطويلة اللي شعرها مغطيها ومغطي الامكان وين راحت وفرح بمعطاه الله ودخل القصر وعاش معاهم وجان هار الزواج وبابها دار لها وبابها السلطان دار لها اكبر عرز في المدينة وهو دار ووزير عنده وعاش مع الاميرة صاحبة الشعور الطويلة اللي مغطيها ومغطي الامكان عاشوا في ثابات ونبات وخلفوا صبيان وبانات وكانت هذه حكايتنا التاليوم اللي ورثناها للأمهات والجدات وما تنسوش توضع بصمة للفيديو والاشتراك إذا لم تكن مشترك وفي حكاية أخرى إن شاء الله من تراثنا الشعبي العظيم دمتم وفي أمان الله وحفظه تحياتي للأخوة والأخوات المتتبعين والمتتبعات لكل القصص اللي نحطها وسمحولي على هذا الانقطاع كان خارج على نطاقي يعني فوق طاقتي لكن إن شاء الله رح نحاول أن نكون ملتزمة أن نحط حكاية شعبية كل يوم أو يوم وإيه ويوم لا لكن رح نبقى وعلى تواصل إن شاء الله وشكرا لكم وفي أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر